لقطات من بين قرآنهم وحديثهم هذه اللقطات تعرض لنا حالات يتلاشى فيها هذا التقسيم الزماني ما بين الماضي والحاضر والمستقبل في سورة الكهف إنها الآية الحادية والخمسون بعد البسملة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم هذا يعني أنه يمكن أن يشهدوا ذلك قبل أن يخلقوا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا لأن الأمر لو لم يكن ممكناً لما تحدثت الآية عنه ولذا نقرأ في الكهف الشريف وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة خمسمية واحد من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله إنه الحديث الخامس بسند الكليني عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني إنه إمامنا الجواد صلى الله عليه أبو جعفر الأول إمامنا الباقر أبو جعفر الثاني إمامنا الجواد صلى الله عليه محمد بن سنان يقول كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة ذكرت اختلاف الشيعة في فهمهم في إدراكهم في عقائدهم في تعاملهم مع محمد وآل محمد فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد الإمام الجواد يخاطب محمد بن سنان فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته كان ولم يكن معه شيء ولا زال فإنه لم يكن معه شيء لا زال هذا المقام لأننا لسنا في مقام أن نكون مع الله كان الله ولم يكن معه شيء ولا زال الله كذلك ولكنه خلق الأشياء كان الله ولم يكن معه شيء لم يكن قد خلق الأشياء ولا زال في هذا المقام لكنه خلق الأشياء يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطماً هذه العناوين هذه العناوين تشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى فكان ولم يكن معه شيء ثم خلق الحقيقة المحمدية العظمى فهذه العناوين هي مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى لأن الكلام بمستوى المدارات فجاء بهذه الصياغة ثم خلق محمداً وعلياً وفاطما فمكثوا ألف دهر وهذه الأرقام ليست أرقاماً رياضية إنما تتحدث عن عظيم الفارق فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها جميع الأشياء مثل ما تتحدث الآية هنا عن السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً المضلون لن يكونوا بهذه المنازل ولكن الهادون المهتدون سيكونون بهذه المنازل ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها وردقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد أعضاد وأشهاد ماذا قالت الآية هنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض هؤلاء المضلون ولكن محمدا وآل محمد قد أشهدوا وقد اتخذهم سبحانه وتعالى أعضادا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا المضلون لا يتخذهم الله عضدا أما الهادون المهتدون فإنه يتخذهم أعضادا مثلما نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها وردقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد هؤلاء الذين لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك قد اتخذتهم أعضادا وأشهاد أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد المنات جمع لماني والماني هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يكافئ هو المقدر وهو المكافئ أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت أعود إلى الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا هنا يتلاشى الزمن الماضي مع الزمن الحاضر مع الزمن المستقبل لأن الأزمنة هذه بحسب هذا التقسيم مثل ما بيّنت لكم قبل قليل شأن طارئ عرضي يرتبط بأمورنا واحتياجاتنا في عالمنا الدنيوي وفي شأننا الترابي إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردًا بوحدانيته ثم خلق محمدًا وعليًا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون التحليل والتحريم هنا ليس تشريعية التحليل والتحريم هنا تكويني وبحاشيته يأتي التحليل والتشريع والتحريم الولاية التشريعية تأتي بحاشية الولاية التكوينية دعكم من جهالة سفهاء النجف وكربلاء من آيات الشيطان العظمى الذين ينكرون الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد دعكم من هؤلاء الحمير دعكم من هذه العقول البهائمية الحقيرة هذا منطق العترة وهذا المنطق إنما هو في حدود المدارات ولايتهم أوسع من هذا بحسب القرآن بحسب القرآن بحسب قرآنهم المفسري بتفسيرهم وهذا ما حدثتكم عنه سابقا وسأحدثكم عنه في قادم الأيام بحديث عميق جدا في البرنامج الذي وعدتكم أن أقدمه في خدمتكم لباب الزيارة الجامعة الكبيرة انتظروني في ذلك البرنامج وستسمعون الأعاجيب مما جاء في معارف القرآن ومعارف العترة الطاهرة فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولي يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق كحال مراجع النجف وكربلاء الذين أنكروا الولاية التشريعية فضلا عن الولاية التكوينية هذه الديانة التي من تقدمها مرق فهؤلاء هم المارقون وهم المرجئيون البتريون سود الله تعالى وجوههم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الحمير الديخيين من أتباعهم من أنهم على دين العترة الطاهرة ودينهم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد يا محمد يعني ابن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق محق دينه ومحق عقله ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد من لزمها من لزم محمدا وآل محمد ومن لزمنا لزمناه هذه وسائل التزامهم هكذا نلتزمهم ومن لزمنا لزمناه تلاحظون في هذه اللوحة الحقائقية التي تتلاشى الفوارق في الزمان ما بين ماض وحاضر ومستقبل حينما ننظر إلى مجموعة الآيات التي وردت في الكتاب الكريم والتي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وهذا الخطاب لفظا لرسول الله ومضمونا للأمة لأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة هذه الآيات في أفق من آفاقها يتلاشى فيها الزمن الماضي والحاضر والمستقبل حتى يعود الزمان نقطة واحدة على سبيل المثال حينما نقرأ في الآية السادسة والأربعين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله حكايته طالوت وجالوت بدأت الحكاية هكذا ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى بحسب الزمان الترابي فإن الوقائع حدثت قبل ولادة رسول الله بحسب التقويم الأرضي لكن القرآن يقول له من أنك قد رأيت ذلك وهذا الخطاب للنبي لفظاً النبي أسمى مقاماً وأعلى شأناً من كل هذا هذا الخطاب موجه للأمة فهذا يعني أن الإنسان في مقام من مقاماته يتلاشى الزمان بماضيه وحاضره ومستقبله كي يكون في نقطة واحدة مجموعة كبيرة من الآيات التي تبدأ ألم ترى وهناك آيات بنفس المضمون ولكن جاءت بصياغات أخرى على سبيل المثال أيضاً من مجموعة آيات ألم ترى فهنا أخذت مثالاً من أول القرآن من سورة البقرة وهذا مثال من آخر القرآن من سورة الفيل إنها الآية الأولى بعد البسملة من سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر ما جاء في السورة الكريمة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الخطاب للنبي لفظاً وللأمة مضموناً وهنا في جهة من جهات الآية إذا أردنا أن نطبق قاعدة الجريان فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمار مجرى الليل والنهار وهذه من أهم قواعد التفسير عند علي وآل علي فإن الآية في جهة من جهاتها يتلاشى فيها الزمن الماضي والحاضر والمستقبل يتحول الزمان إلى نقطة واحدة كثير من المضامين القرآنية تأتي بهذا النحو وبهذا المستوى من الدقة والعمق نحن نزور الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ونخاطبها في زيارتها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان يا ممتحنة يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك يتلاشى الزمان هنا يتلاشى الزمان الأرضي الزمان الترابي فليس هناك من ماض أو حاضر أو مستقبل هناك نقطة واحدة يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا امتحنها قبل أن يخلقها فوجدها وجدها قبل أن يخلقها يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أحاديث المعراج ولا أقول حديث المعراج هناك حديث طويل مفصل هو حديث المعراج لكن أحاديث المعراج كثيرة جاءت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبنا أحاديث المعراج حينما يحدثنا رسول الله عن الجنة وعن النار ما بعد يوم القيامة فهل تحقق يوم القيامة يحدثنا عن الذين ينعمون في الجنان هو لم يحدثنا عن أن المقامة الفلانية في الجنة للأشخاص الذين يتصفون بهذه الأوصاف وكذا في النار وإنما يحدثنا عن أناس وجدهم يتنعمون في الجنان وعن أناس وجدهم يعذبون في النيران أحاديث المعراج بشكل عام وهي كثيرة هذه الأحاديث يتلاشى عندها التقسيم الذي نعرفه الذي اعتدنا عليه ونحن بحاجة إليه حين نقسم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل هنا يمكنني أن أقول بأن المستقبل تحقق قبل الحاضر والماضي قطعا هذا تعبير مجازي وإلا في ذلك المستوى لا يوجد ماض ولا حاضر ولا مستقبل إنها نقطة واحدة نذهب إلى فاصل في السياق نفسه حينما نقرأ في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب ترتيب مفاتيح الجنان للمحدث القومي وهذه الزيارة من أوثق الزيارات الحسينية ووردت في كل مصادرنا القديمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطب سيد الشهداء أشهد أن دمك سكن في الخلط واخشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأراضون السبع وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَمَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى الكلام هنا يتجاوز التقسيم الترابي للزمان فليس هناك من ماضٍ ولا حاضرٍ ولا مستقبل هذا هو لسان الحقيقة لسان الحقائق هذا هو لسان الملكوت ملكوت الزمان وملكوت المكان أشهد أن دمك سكن في الخلط وقشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأراضون السبع وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ فهل كل ما في السماوات السبع وما بين السماوات السبع كان موجوداً عند مقتل سيد الشهداء إذا أردنا أن نقس الأمور بالحسابات الترابية الأرضية وهل أن القيامة قد قامت فهناك في الجنان أهلها وفي النيران أهلها ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى الكلمة التي تعرفونها كلمة سيد الشهداء وأنا أقرأها عليكم من الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى 1428 هجر قمري قم المقدسة في صفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة كلمة الحسين التي نعرفها فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي هذه الكلمة يتلاشى فيها الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل مع أنها كلمة قيلت في هذا العالم الترابي إنها نظرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإن كانت في هذا العالم الترابي فإنه يتحدث عما مضى وعما هو حاضر وعما يأتي وجعل الكلام في نقطة واحدة فليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل إنه منطق الحقيقة الكاملة فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي هذا يأخذني للحديث عما يمكن أن أصطلح عليه بالزمن الدائري وزمن الكروي الزمن الدائري هذا الذي نحن نتعامل معه هذا الزمن الذي يقوم يقوم الناس بتشخيصه وبالتواصل معه عبر خطوط الطول وخطوط العرض للكرة الأرضية وهي خطوط اعتبارية افتراضية لكننا نحتاجها يحتاجها الإنسان في تشخيص المواقع الجغرافية وفي تحديد الأوقات المحلية لكل موقع جغرافي من المواقع على كرتنا الأرضية التوقيت بهذا اللحاض توقيت دائري عبر دوائر خطوط الطول وخطوط العرض لتقريب الفكرة إذا كنا نأخذ اليوم وحدة واحدة من أوله إلى آخره فإن ما يجري في استراليا هو الماضي بالنسبة لنا نحن الذين نعيش هنا في لندن إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بالقياس إلى خط الصفر إلى خط جرينيج لأن خطوط الطول تحسب على هذا الأساس على أساس خط الصفر فنحن في الحاضر أما في استراليا فهم في الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية إنهم في المستقبل بالنسبة لنا فالأستراليون يسبقوننا زمانا إذا أخذنا اليوم وحدة واحدة يسبقوننا زمانا ونحن هنا في المملكة المتحدة نسبق الذين في الولايات المتحدة زمانا فنحن الذين على خط جرينيج في الحاضر الآن والإستراليون أحداث يومهم في الماضي والأمريكيون أحداث يومهم في المستقبل قضية اعتبارية حينما أقول قضية اعتبارية لا يعني أنها أمر خرافي لا يعني أنها أمر ليس حقيقيا إنه شأن من شؤون عالمنا الدنيوي شأن من شؤون عالمنا الترابي لا بد أن نفرق بين شؤون عالم الشهادة شؤون عالم الأرض وبين شؤون عالم الغيب لذا استعنت بهذه المصطلحات كي أقرب الفكرة فهناك زمان دائري يمكن أن يكون فيه ما هو من الماضي وما هو من الحاضر وما هو من المستقبل عبر خطوط الطول والعرض التي هي خطوط افتراضية اعتبارية لا حقيقة لها على جرم هذا الكوكب على تراب الأرض أما الزمن الكروي فهو الزمن الشامل الكامل للكرة كلها المثال ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر إذا كان الحديث عن كرتنا الأرضية أما إذا كان الكلام عن الملأ الأعلى فإنه سيكون مختلفا جدا إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة واحدة ليلة واحدة للأرض كلها هذا هو الزمن الكروي الزمن الدائري الزمن الدائري مر الحديث عنه إنني أتحدث هنا عن الفيض الرباني فإن الفيض الرباني لا يلتزم بتوقيتات الماضي والحاضر والمستقبل بحسب خطوط الطول والعرض بحسب خط الصفر خط جرينيج الملائكة لا شأن لها بهذا وصائط الفيض لا شأن لوصائط الفيض بكل هذا هناك الزمن الكروي الزمن الواحد إننا أنزلناه في ليلة القدر هذا زمن كروي لكل الكرة الأرضية بل لكل الأكوان لكن الحديث عن الأكوان الأخرى يكون له شأن آخر حديثنا عن أرضنا وعن أنفسنا وعن زماننا وعن ما يجري حولنا نذهب إلى فاصل ما يرتبط بالوقت الدائري من الجهة التكوينية نقرأ في دعاء السمات من الأدعية المعروفة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهو الدعاء الذي يقرأ في أواخر ساعات يوم الجمعة فماذا نقرأ في هذا الدعاء وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول بمشياتك 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 دان لها العالمون دقق النظر معي وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم إلى سورة الحج وإلى الآية وإلى الآية الخامسة والستين بعد البسملة ألم ترى ألم ترى وهي من مجموعة آيات ألم ترى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إذا وقعت السماء فإن المنظومة الزمانية قد فسدت ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم في سورة الرعد إنها الآية الثانية بعد البسملة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وبحسب القرآن فإن الشمس والقمر وسائل تكوينية للحساب للحساب التقويمي السنوي الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون فإن الله رفع السماوات بغير عمد رفعها بأي شيء نحن قرأنا في سورة الحج في الآية الخامسة والستين بعد البسملة ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هذا الإمساك بحسب سورة الرعد من دون عمد إذن كيف تتم عملية الإمساك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها قد يقول قائل هناك عمد لكننا لا نراها لأن الآية قالت بغير عمد ترونها دعاء السماوات هو الذي يبين لنا هذه الحقيقة هناك قوة إلهية وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم بكم بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى آخر ما جاء في أزيارة الجامعة الكبيرة بكم فتح الله هؤلاء هم الأعضاد الأشهاد الذين مر ذكرهم في دعاء رجب بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض المضمون هو هو نجده في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى وقد قرأت عليكم قبل قليل جزء منها أعود إليها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان المحدث القمي نقلها عن الكاف الشريف نقل الزيارة عن الكاف الشريف هكذا تقول الزيارة الحسينية المطلقة الأولى من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكذب يباعده كيف 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 تتم العملية هذه هذه إشارة واضحة إلى أن منظومة الزمان ستتغير إنما يتحقق هذا المعنى في مرحلة الظهور من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب متى يتحقق هذا المعنى من أن الله سيبين الكذب سيبين الله الكذب في المحاكمة المهدوية العالمية حينما تتضح الحقائق وبكم يباعد الله الزمان الكذب حينما تتغير منظومة الزمان ماذا نقرأ في غيبة النعماني هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة النعماني هو المتوفى سنة 360 للهجرة في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه الحديث طويل موطن الحاجة هنا في الصفحة الثالثة والستين بعد المائتين الإمام الباقر يقول لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس هذه صورة من صور الزمان الكلب وزمان الكلب سيتحقق في أقسى درجاته في زمان غيبة قائم آل محمد هذه صورة من صور الزمان الكلب لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العراب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا وفي بعض النسخ من أن يروا فرجا فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا فياطوب لمن أدركه وكان من أنصاره إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف هذه لقطات من الزمان الكلب حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس أعود إلى الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب مفاتيح الجنان من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب في المحاكمة المهدوية العالمية حين تتضح الحقائق وبكم يباعد الله الزمان الكلب حينما تتغير منظومة الزمان وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت حديث عن الزمان وعن الوقائع والأحداث وعن الشاشة الأم وعن شاشة المحو وعن شاشة الإثبات ومر كل ذلك علينا الأحاديث مترابطة والنصوص بنيت بناء متكاملا ما بين آيات القرآن وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة نذهب إلى فاصل